الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل خلاف قديم جديد لكنه اليوم يتجه نحو مزيد من التأزيم بعد تعهد شركات خدمات حقول النفط الأمريكية شلنبرغر وبركرهيوز وهالبرتون بأن تتمثل لحكم أزارة المحكمة الاتحادية في بغداد وأن تنسحب من كردوسان العراق بحسب ما أعلنت وزارة النفط الحالية ويأتي إعلان وزارة النفط الحالية في عقاب أشهر من النزاعات بين أربيل وبغداد بعد أن قضت المحكمة الاتحادية في شباط بأن الأسس لقطاع النفط والغاز في كردوسان العراق غير قانونية ومنذ ذلك الحين قامت وزارة النفط بمحاولات جديدة لتنفيذ الحكم بما في ذلك استدعاء سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية تجارية تأجلت مرارا كما أبلغت الوزارة الحالية مقاولين رئيسيين ومقاولين من الباطن أوائل الشهر الماضي معطية إياهم مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط التابع لحكومة كردوسان العراق أو مواجهة الإدراج في القائمة السوداء أربيل من جهتها صعدت من موقفها وأكدت في وقت سابق على لسان المتحدث باسم حكومة كردوسان العراق بأنها تعمل على تأسيس شركتين للنفط مضيفة أن شركة الأولى كروك ستكون مختصة بالتنقيب عن الخام بينما ستركز الشركة الثانية كومو على تصدير وتسويق الخام من كردوسان العراق بمعزل عن بغداد رئيس كردوسان العراق نيجيرفان برزاني دخل على خط الأزمة محذرا من أن تعقيد المشكلات والأزمات مع بغداد لن يصب في مصلحة أي طرف مشددا إلى أهمية التوصل إلى تفاهم لتجاوز الصعوبات التي تعطر السبيل العملية السياسية وبين بغداد وأربيل قفزت أزمة إدارة الثروة المفطية إلى واجهة المشهد السياسي في العراق مجددا لتصل إلى مراحل متقدمة من التعقيد والتعنت ولتضافة لعديد الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهدد مستقبل العراق منذ عام 2003 وحتى الآن شكرا